ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة والنهاردة هيستضيف متحف الفن الإسلامي بالقاهرة معرض رحلة النقود في مصر عبر العصور وده بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بمكتبة الأسكندرية وخزانة السك العملة بالقاهرة وهيستمر لحد 3 أكتوبر خبر آخر معانا النهاردة هيكون آخر يوم لحجز وحدات سكن لكل المصريين اتنين الوحدات الخاصة بمنقفض ومتوسط الدخل بنظام التمويل العقاري بفايدة 3% والإقصاط على 30 سنة النهاردة جامعة عين شمس هتفتتح وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد وكمان جامعة القاهرة هتنظم النهاردة المؤتمر الختامي لمشروع حرم جامعي آمن للجميع على عرض إنجازات المشروع اللي بدأت من أكتر من أربع سنين من خلال وحدة منهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة نهاردة مدرية التضامن الاجتماعي بالغربية هتنظم قافلة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف فقدان الإبصار بمدينة المحلة الكبرى وده بالتعاون بين صندوق تحية مصر وإحدى الجمعيات بالمحافظات وحافظات